نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم لنفس الإعلامي في نفس الإزاعة وإن كان انتماؤه معروف لقناة أخرى كانت قبل انتقاله لإزاعة On Time Sport نشوف الفيديو ونرجع نعقل أنا شايف أنه التحكيم ممكن يبقى فيه أخطاء داخل الملعب فنية ممكن ما يديش إنذار ما يديش طرد يعدي حاجة بتاعه ماشي لكن هم مثلاً ممكن النتائج إيه اللي أثرت إيه النتائج اللي أثرت على النادي الأهلي أو الأخطاء التحكمية التي أثرت في النادي الأهلي النادي الأهلي ما تيجي ببص على جدول الترتيب بتاع الدول هتلاقي إن بيراميدز لعب عشر مباريات فاس تمانية تعادل اتنين مخسرش النادي الأهلي لعب تسع مباريات فاس تمانية اتعادل واحد فاس تمانية اتعادل واحد والتعادل ده كان في شهر اتنين شهر اتناشر اللي فات مع أسف فيوتشر إيه هنا بقى السؤال اللي يستعيده النادي الأهلي ويجعل أن هناك أخطاء أثرت هل بيراميدز مثلاً المنافس الأساسي بتاعه دلوقتي متصدر الدوري حصل له أخطاء استفادة من أخطاء التحكمية لا أعتقد النادي الزمالك اللي هو المنافس التقليدي للنادي الأهلي استفادة من أخطاء التحكمية من وجهة نظري لا أعتقد يمكن هم شايفين حاجة تانية إن الاتنين دول المنافسين لهم حصل لهم استفادات لا أعتقد ويمكن هم اللي شايفين حاجة تانية خلينا نوضح نقطة مهمة جداً تقص النادي الأهلي فكرة العدالة على المنافسة بشكل كامل هو ده أهم شيء بيسعى إليه النادي الأهلي بمعنى إن هو حاول يعمل مغالطة منطقية ويسرد يقول لك هو أنت وفقدت ونقاط أنت لعبت تسع مباريات اتعدلت مباراة وطبعاً كان التصريح ده أو الفيديو ده قبل مباراة برامة زليفاز فيها النادي الأهلي بسلسية نظيفة فطلع قال أنت تضريت في إيه عشان تشتكي من التحكيم لا أخذ بالك ده في نقطة مهمة جداً أولاً أنا ممكن أشوف أداء تحكيمي أنا أقدر أتغلب عليه أقدر أتغلب عليه زي مباراة الأهلي واسموحة أنا عندي ركلتين جزاء وفايز أربعة طيب أنا ممكن جيت في وقت من الأوقات بلعب مباراة ما عنديش توفيق فيها فما أخدش حق التحكيمي عندي مباراة زي مباراة المقولين ليه ركلت جزاء أفزت فيها لكن ليه ركلت جزاء مخدتاش محمد شريف مخدتاش هل ده معناه أن أنا ما ينفعش أتكلم مقول التحكيم فيه مشكلة لأن الأخطاء دي بتسمح أو هي دي برتكول تقنية الفر لا لازم أنت لقالي أحافظ على حقوقي حتى وأنا بفوز حتى مباراة فيوتشار أنا ليه ركلت جزاء اللي أنا تعادلت فيها والنادي الآله ما أطلعش ولا جماهيره ولا إعلامه اتكلم عن فكرة أن احنا فقدنا نقطتين أمام فيوتشار بل بالعكس احنا أكتر نادي عنده نوع من أنواع جلد الزات على جميع مستوياته إدارة جهاز فني لعبين إعلام جماهير واسعاد بنبقى في مشكلة فكرة ما تقوليش التحكيم مباراة فيوتشار اللي تعادلنا فيها واحد واحد ركلت جزاء واضحة لا أكرم توفيق خبراية التحكيم طلعوا تكلموا قالوا ما عندنا الزاوية قادي الزاوية أكرم توفيق قادي الزاوية ربنا يشفيه عافين قادي الزاوية فدي مباراة ما طلعناش قلنا احنا فقدنا نقطتين فبنرد عليك في فقد نقطتين لا النقطة الأهم النادي الآله ده بيلعب مع مين معهم نفسين وانت بتقول لا أعتقد أن المنافسين استفادوا عندنا برمز استفاد في ركلت جزاء واضحة جدا في ورات البنك الآله وفاز 1-0 عندنا الزاوية استفاد وتقول لي لا أعتقد إزاي لا أعتقد إزاي لا أعتقد ده كابتن حلم طولان أحد أبناء نادي الزاوية تلع فرات الزاوية وإن بيقال يا عالم ياهو الرجل تلع فات بي اشتاك وانت تقول لا أعتقد ويبدو أن احنا تشايفين حاجة تانية لا احنا بنوضح أن الأخطاء التحكمية ما لهاش علاقة بفقد النقاط أخطاء التحكمية فارس تسمح بتدخل تقنية الفيديو ويكون فيه تدخل ولازم يكون فيه علاج من المسؤول اللي أنت متوسم فيه خيري كابتن يا صاحف لا لا أنا بقول اختيارات كمان بداية المشكلة أنه كمان مددش انطباعة أن أنا عايزة غيره ولكن يعني إكمالاً للكلام ده يا أسامة هو زي ما أنت قول أنت تستنى بس تمالك حاسسن أنت تدبست كده لا أصلاً أنا عندي تحفظات طبعاً كابتن أصام وإحنا متفقين فيه كابتن أصام متفقين فيه الفكرة يا أسامة بتاعت المغالطة وهي زي ما احنا بنقول ربط ما ليس علا بعل النادي الأهلي متصدر الدوري حقق تمان يفوز وتعادل إذن النادي الأهلي لم يعاني من التحكيم زي ما قلت أنت حتة المنافسين كمان المباريات المباشرة اللي الزمالك استفادت بها في النقاط زي مبارات سيراميكا 1-0 مبارات فيوتشر 3-2 فأنا بدل ما كنت مثلاً سي بسيطة جداً هحتاج خمس نقاط عشان أحسم الدوري مثلاً فاضل عليه لا بقيت محتاج تمانية ليه؟ لأن المنافس بدل ما يفقد نقاط فهحتاج خمسة بس لا اكتسب نقاط مش حقه فبقيت لسه محتاجة أكسب تمانية دي محطلة بسيطة جداً لا لحظة في نقطة مهمة لازم أضفها هنا ألا وهي إيه؟ ده أنا كمان منحت للمنافس فرصة إنه يظل في المنافسة فيبدأ ينملم أوراقه لا مش هبقى محتاج تمانية أو خمسة ده أنا ممكن نفس فرضية بالظبط إن أنا دلوقتي لو أنا بعيد عن المنافس خمس نقاط نفسياً نقاط بالظبط نفسياً نقاط لكن أنا حالياً نفسياً ما وقعتش ليه؟ لأنه بيتالي أصل فرق 6 نقاط تخليل 6 نقاط لو 11 خلسة